والآن، لم يعد قيام شبكات التواصل الاجتماعي بجمع كميات هائلة من البيانات عنكم سراً خفياً، وهذا سيدفعكم إلى التساؤل. هل يجب حذف حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم علينا التوقف عن استخدامها نهائياً؟ لا يهدف هذا التدريب إلى الإجابة عن هذا التساؤل، فهدفنا هو الحرص على توعياتكم بشأن كيفية استخدام هذه المنصات للبيانات. نجح ناشطون بواسطة هذه المنصات في تغيير قوانين والسياسات، تسليط الضوء على أحداث وتطورات مهمة في العالم، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. برأينا، فهم ومعرفة كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل سيمكنكم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن ما تشاركونه وما لا تشاركونه عليها. إليكم بعض النصائح حول كيفية حماية خصوصياتكم على شبكات التواصل الاجتماعي. لا تشاركوا كل شيء، ابقوا معلومات مثل تاريخ ميلادكم وعنوان بريدكم الإلكتروني ورقم هاتفكم مخفية. فكروا قبل النشر، الإعدادات التلقائية أو الموصى بها ليست الأكثر أماناً بالضرورة. ففيسبوك على سبيل المثال يقدم لكم ثلاث مستويات من إمكانية الظهور. للعلن، للأصدقاء، لكم وحدكم. اختاروا أصدقاءكم بعناية. قبل قبول صداقة أحدهم على منصات التواصل الاجتماعي، فكروا في سبب استخدامكم للمنصة، ومن ثم قرروا قبول صداقة هذا الشخص أو رفضها. اختاروا كلمة سر قوية، ولا تكشفوا عنها للآخرين، وغيروها بشكل دوري. استخدموا كلمات سر مختلفة لحساباتكم المختلفة. حاولوا تفادي الدخول إلى حساباتكم على وسائل التواصل الاجتماعي من حواسيب عامة أو مشتركة. في حال تريرتم لذلك، تذكروا دائماً تجهيل خروجكم عند الانتهاء من استخدامها. احذروا الدخول إلى حساباتكم على وسائل التواصل الاجتماعي أبرى شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة، في المقاهي أو المطارات على سبيل المثال. فمن السهل جداً التنصت على حركة الإنترنت التي تمر عبر شبكات اللاسلكية العامة، ومن ضمنها كلمات السر وبيانات حساسة أخرى. فكروا جيداً قبل النقر على روابط ترسل إليكم، حتى لو كانت مرسلة من صديق. حافظوا على سلامة هواتفكم المحمولة، في حال كانت مرتبطة بحساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. احرصوا على حماية هذه الأجهزة بكلمات سر في حال فقدانها أو تعرضها للسرقة. والآن، بما أنكم تعرفون ما يجب أخذه بعين الاعتبار، فكروا في قراءة الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها. في حال كان نصها طويلاً، ستساعدكم عملية بحث بسيطة على الإنترنت عن التحديدات الجديدة في تحديد ذلك. راجعوا موقعنا المتخصص في الأمن الرقمي لإطلاع على معلومات مفيدة، ففيه توجهات مفصلة.